اشتركوا في القناة وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة خطط الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما اصابها على مدار العقود الماضية من تراجع وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات منها انتشار الاسواق العشوائية وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية والتكدس المرورية الامر الذي اصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدا جسيما لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل على نحو ينهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة لسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء تعمل على احياء المناطق التراثية وربط المزارات الاثرية والسياحية والمقابر التاريخية بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيا كما اطلع السيد الرئيس على اهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ ووجه بالحرص على تناغم السياسات واجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف الى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة مشددا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الاثرية والمعمارية بها بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع انحاء الدولة المصرية لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين ترجمة نانسي قنقر